سلام الخوة مرحبا بكم معكم السعيد ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم معنا هاتف من شركة اول مرة نجربها وهي شركة ايف 150 هاتف باسم اير 2 الترا احدث هواتف الشركة وباش استلمت الهاتف نقلت من ولاية والسوف الى العاصمة مسافة تقريبا 700 كيلو وهذا بسبب الحجز لان الهاتف تم حجزه من قبل شركة فيديكس ومع بعض الاجراءات تم تسليم الهاتف بنجاح مع دفع رسومات المجازين ما كنتش متوقع حالي الامن صراحة كانت رحلة مرهقة جدا فالصفر ذهاب وإياب في نفس اليوم متعب جدا لكن المهم ان استلمت الهاتف وهذا المفيد هاتف الاير 2 الترا يعتبر من الهواتف المدرعة لكنه يتميز بسمك نحيف ووزن خفيف وعدة ميزات اول مرة نشوفها في الهواتف المدرعة فخلونا نشوف سعره ومواصفته الكاملة وتجربة الشخصية للهاتف وش اللي عجبني ولي ما عجبنيش وكالعادة الخاوة قبل ما نبدأ أتمنى تدرونا لايك للفيديو وإذا كنت تابع فينا لأول مرة أتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس لأنه مهم جدا بشكل شعرات توصلك أول بأول خاوة تستهلونا في الدعم لأن الدعم أصبح ضعيف جدا يلا نبدأ على بركة الله نبدأ أولا بفتح العلبة رح يكون عندك الهاتف عندك كتيبات التعليم عندك شاحن شفاف بقدرة 65 واط من نوع جين وهذا النوع من الشواحن يكون خفيف واثناء الشحن تكون حرارة أقل من الشواحن الأخرى عندك كابل شحن طيب سي في كلا الجانبين من القماش في علبة أخرى إضافية جدني مع الهاتف تحتوي على أوسمة وبعض الرسمة والآن نأتي للهاتف أول ما يلفت الانتباه هو التصميم الأنيق ودائما هذه الشركة تتميز بتصميمها المبدعة في أغلب هواتفين ففي الخلف عندك إطار كبير بارز عن الظهر وداخل الإطار عندك دائرتان عملاقة بارزة بروز كبير جدا مدمجة مع الإطار تصميمها كأنها تصميم طائرة نفذ كما أن في كل دائرة تحتوي على حلقة ليد تديك إيذاء رائعة تتفاعل مع إشعارات التطبيقات والمكالمات والشحن وبها عدة حركات تتحكم بها من خلال إعدادة وداخل الإطار عندك فلاش ثلاثي من نوع ليد قوي وعندك شعار الشركة باقي الظهر عندك علامة الشركة واللون الظهري يميل لللون التيتانيوم كأنها خشب الخامات تعوي من البلاستيك من النوع المطفي لفريم مزيج بين البلاستيك المطاط وألياف الكربون وهذا يساعد في الحصول على وزن أخف في الجهة اليمنى عندك زر طاقة في الجهة اليسرى عندك أزرار الصوت في الأسفل عندك مكبر الصوت عندك منفذ شحن طيب سي عندك مايك للعزل عندك مكان شرح الاتصال واللي يدعم شريحتي وكارد الذكرى خارجي لكن ليس في نفس الوقت في الأعلى عندك ثقب لاختبار مقاومة الماء وعندك مستشعر الـ IR بالنسبة للوزن فوى 250 جرام سمكة 8.55 ملي وهو أخف وأنحف هاتف مدرع لحد الآن يدعم جميع أنواع الحماية يدعم مقاومة الماء بمعمارية الـ IP68 يدعم معمارية الـ IP69K كما أنه يدعم المعمارية العسكرية ضد السقوط والصدمات يعني بشكل عام هاتف مدرع لكنه لا يوحي أنه مدرع للأمن عندك الوجهة الأمامية تتميز بثقب في المنتصف مع حواف من الألياف الكربون لحماية الشاشة ومن الميزات اللي شفتها لأول مرة في الهواتف المدرعة هي بصمة مدمجة تحت الشاشة أدها مقبول يعني بشكل عام تصميم الهاتف مميز كما أنه مدرع وفي نفس الوقت نحيف وخفيف مقارنة مع هذا النوع من الهوت ومن الميزات اللي تشوفها أول مرة في الهواتف المدرعة هي شاشة من نوع AMOLED مقاس 6.78 إنش بجودة Full HD Plus بعد بيكسلات 3194 بيكسل لكل إنش تدعم معدل 120 هرتس تقدر تغير الإعدادات يدويا من 60 أو 120 وعندك خيار تخليها تلقايا يعني بشكل عام رح تديك تجربة استخدام سلسة في جميع المهام اليومية فمع تجربتي لم أعاني من أي مشاكل وكانت سرعة الاستجابة عالية جدا وبالنسبة لأداء الفيديو والمشاهدة رح تديك تجربة ممتعة جدا في الشاشة AMOLED بألوان مشبعة نابضة بالحياة تدعم 16 مليون لون يعني رح تستمتع فعلا بمشاهدة أي محتوى على أي منص كما أن السطوع الشاشة تحت الشمس ممتاز جدا وأنا شخصيا لم أعاني من مشكلة السطوع تحت أي ظروف عندك صوت الهاتف مونو وليس استيريو ومع ذلك تجربة الصوت رح تكون ممتازة نقية وقوية ومن ميزة الهاتف الممتعة هي الأداء فهو مزود بمعالج قوي من شركة ميدياتيك الديمين سيتي 7050 دقة تصنيع 26 متر مع المعالج رسومي مالي جي 68 يملك نسخة واحدة من الرامو التخزين 16 جيجا رام مع إضافة 16 جيجا رام افترادية وذاكرة التخزين 512 يعمل بنظام الاندريد 13 بهذه العادات رح يديك تجربة آداء قوية بشكل عام في جميع المهام اليومية سواء كان استخدامك عادي أو مكتف شخصيا جربت الهاتف بشكل مكتف مع تجربة عدة ألعاب منها لعبة باب جي بأعلى فريمات يدعمها الهاتف وهي 60 فريم كانت تجربة ممتعة لم أعاني من أي مشاكل أو تعليق أو حتى بط فلاداء وكانت تجربة مستقرة جدا مع الاستخدام الطويل وهذا ينطبق على جميع الألعاب كلعبة فيريفاير ولعبة سيرات كريكس يعني بشكل عام مع هذا العتاد رح تحصل تجربة استخدام قوية ومتميز والآن نأتي لمنظمة الكاميرات رح يكون عندك في الخلف عدستان خلفية رئيسية 108 ميجابيكسل بفتحة F 1.9 الثانية 64 ميجابيكسل بفتحة F 1.8 للتصوير الليلي صور فيديو 4K 30 إطار وفول HD 30 و60 إطار وعدسة أمامية 32 ميجابيكسل بفتحة 2.0 صور فيديو فول HD 30 إطار رغم الأرقام الممتازة للكاميرات إلا أن جودة الصور كانت محبطة نوعا ما سواء العدسة الرئيسية أو عدسة التصوير الليلي فمعالجة الصور خصوصا في الأماكن المفتوحة مش طبيعية ولأعلم السبب للأمانة رغم أن مستشعر الكاميرا الرئيسية ممتاز أتمنى يتم تحسين الكاميرات مع بعض التحديثة حتى جودة الفيديو نفس الشيء مش بتنشي للأمانة لكن العدسة الأمامية رح تديك نتائج أفضل نوعا ما في معالجة الصور فهي على الأقل تديك نتائج طبيعي يعني بشكل عام تجربة الكاميرات للأمانة محبطة نوعا ما وأنا شخصيا جربت عدد كاميرات للهواتف المدرعة وأفضل جودة تصوير بدون منازع كانت لشركة إنيهيتس بالنسبة للبطارية في بسات 5000 مليون بير مرفقة بشاحن 65 وات رح يشحن البطارية في أقل من 40 دقيقة لحظت أن استهلك البطارية سريع نوعا ما مقارنة ببعض الهواتف اللي جربتها لكن مع ذلك عندك شاحن سريع ممتاز جدا يعني مش رح تعاني نهائيا من أداء البطارية ومن ميزة الهاتف اللي تم إضافتها في التحديد الأخير هي ميزة الميني كابسل لكن حاليا تعمل على الشحن فقط في انتظار تعميمها على باقي الإشعارات من الميزة الممتعة أيضا هي حركة الإذاءة الخلفية على شكل حلقات رائعة جدا تعمل على جميع التطبيقات لكن لازم تفعلها من الإعدادة في تطبيق من الشركة باسم حقيبة الأدوات يحتوي على عدة ميزة منها ميزة كشف الضوضة وهذه ميزة أراها مفيدة جدا لصناع المحتوى وأخيرا الهاتف يدعم خاصية الأنافسي أما منفذ السماعات فهو غير موجود عملية بيع الهاتف تبدأ 20 ماي ورح يكون فيه تخفيضات أولية وسعرها 299 دولار أي حوالي 6 ملايين وهذه أسعار بعض الدول العربي إذا حابت شريه رابط شراء في وصف الفيديو ناصح تستغل التخفيضات والنصيحة أخرى إذا باش تشري أي هاتف من عليك سيبريس اختار الشحن العادي وليس السريع كالياماس وبهذه الطريقة رح يوصلك الهاتف دون أي مشاكل بإذن الله للهاتف مميزة رائعة جدا لكن لا يخلو من العيوب ورح نبدأ بالمميزات أول مميزاته هي التصميم الرائع والأنيق كما أنه نحيف جدا ووزنه خفيف يعني لا يصنف من الهاتف المدرعة بالإضافة أنه يملك جميع أنواع الحماية ثاني ميزاته شاشة أموليد بمعدل 120 هرتس وهي أول شاشة مدرعة من هذا النوع ثالث ميزاته هي المعالج وسعة الرام والتخزين العالية مما يعني تجربة آداء قوي رابع ميزاته هي الشحن السريع 65 واط ومن الميزات الإضافية هي ميزة الإشعارات مني كابسل وميزة حلقات الإضاء أما عيوب الهاتف أول عيب هي جودة الكاميرات متقدرش تعمل عليها ثانيا صوت من نوع مونو لكن للأمانة الصوت تعه ممتاز يعني عيبة أنه مونو فقط في الأخير إذا حابت تشري الهاتف تستغل التخفيضات رابط شراء موجود في وصف الفيديو هنا نصل لنهاية الفيديو كانت هذه تجربتي لهاتف Air 2 Ultra في الأخير أتمنى تعمل الفيديو بلايك وإذا كنت جديد اشترك الآن فعل الجرس اللي أنا مهم جدا بش الإشعارات توصلك أول بأول دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة